بما أننا بقى بدأنا بمعطشات مبارح اسمح لي كده نروح على الجزء التحليلي بتاعنا ونشوف نبدأ مثلا بالمباراة اللي كنا بنتكلم عنها بمباراة تشيلسي وريال مدريد لأن الحقيقة ناجلزمان المدير الفني سوري تومس تخل المدير الفني لفريق تشيلسي درس فريق ريال مدريد كويس جدا والتفاصيل اللي عملها في المباراة أو في بداية المباراة لحد ما تقدم 3-0 لحد ما قلنا تبديلات كارلو أنشلوت تغييرت شكل المباراة هستأذنكم تجبولنا حالات مباراة ريال مدريد مع شيلسي يا جماعة يلا علشان نشوف ازاي تومس تخل دخل المباراة وازاي استغل أوراقه ما هو احنا بنتكلم عن المدرب أستاذ محمد في المطلق المدرب مش فكرة انه بلعب 4-2-3-1 ولا 4-3-3 ولا بلعب طير الجناحين وطير الظاهرين والكلام ده فيه تفاصيل في شغل المدرب بتقولك أنه قد يكون الورقة الأهم في تشكيلة أي فريق مش عارف لو الحالات جاهزة أو ممكن نأجل الكلام فيها شوية لحد ما تجهز جاهزة يا جماعة حالات ريال مدريد مع شيلسي تمام يلا اوكي خلينا الاول نشوف ازاي قدر تومس تخل انه يجبر دفاعات ريال مدريد انها تفتح له مساحات شايفين اولا التحرك بتاع لوفتشيك علشان اللي هو المفروض انه هو جناح جناح هو بلعب 3-4-3 بيلعب بليبرو توماس تخل المفروض انه هو اللعب بيبقى في المكان ده فلوفتشيك دخل علشان يبقى في قلب وسط الملعب فبالتالي بيدي مساحة للظاهير ده انه بدل ما يلعب على اتنين بيلعب على لعب واحد نكمل اللعبة ونشوف ازاي بدأ الزيادة العددية اللي يعملها فريق تشيلسي نروح على الصورة اللي بعدها بعد اذنكم الكرة هما تشيلسي بدأ يجمع اللعب في الناحية الشمال كل ده ودفاعات ريال مدريد كلها بتروح معاهم في اللعب التمريرة السريعة تتلعب دلوقتي في قلب خط اللجوم نروح للصورة اللي بعدها ثم ده تمركز خاطئ جدا للعابة ريال مدريد لان انت ماينفعش في كورة تلات لعيبة من ريال مدريد بيلعبوا تقريبا في محيط متر ونص مترين وفي نفس الوقت انت مدي مساحة لأي لعب سريع اللي هو هيكون في الحتة دي السنائي تيمو فيرنر وكاي هافرس ان هما يقدروا بسهولة جدا يجروا في المساحة دي ويعملوا انفراد او يعملوا هجمة خطيرة الصورة اللي بعدها توضح لك ده ان التمريرة بتاعة كاي هافرس ليه تيمو فيرنر في المساحة شوف الصورة اللي بعدها قدر يدخل اللاعب في قلب المنطقة وقدر يسدد على مرمى تيبو كورتوا فاذا انت كمدرب قدرت تخلق مساحة وقدرت تخلق تحرك يعدي لك فرصة حتى في وسط الزحمة لان انت قريدي محضر من اللحظة الاولى ان انت لما تروح في المنطقة دي كاي هافرس او تيمو فيرنر هيتحرك بالشكل ده عشان من لمسة واحدة يعمل اخد بالك ما تخفرش ان ريال مدريد مش بادئ الماتش بيدافع هو تفاجئ اه طبعا باداء تشيلسي ما هو فكرة الصدمة او المفاجأة دي جزء برضو من التكتك ان انا كتشيلسي المفترض ان انا بادئ اهاجم لكن كمان ريال مدريد كان داخل بثقة كبيرة جدا انه متقدم في ستانفورد بريدش تلاتة واحد وبالتالي بالنسبة له المباراة سهلة شوية وممكن يكون التهاون ده علشان برضو ما نظلمش كارلو انشلوتي اوي هو يلعب بالتشكيلة المعتادة لكن احيانا حتى في انفوس اللعيبة حتى لو كانوا لعيبة اجانب ومحترفين لكن فكرة ان انت كسبان تلاتة واحد وبتلعب على ارضك طبعا بسانتيجو برنابيو في فوظل حضور جميعي وشو ابنا النهار ده ليفربول مع بنفيكا بس هلان تلاتة وبعدها تعدلوا تلاتة تلاتة خلي بالك تمال احساس ليفربول حتى لو بلعب ناقص بس احساس او ميله بس هو كان متقدم بتلاتة اه طبعا احساس ليفربول انه كسبان تلاتة الماتش الاولى وتقدم فالامور كانت هادية فإدى فرصة لبنفيك ده اه ده طبيع في الكرة يا في الاخر نفس بشاريا نكمل حالتنا ونشوف برضو الهجوم خلينا نروح الصورة اللي بعدها بعد اذنكم خد بالك انا قاعد هنا مهمية تدفع عن ريال مدريد مش بس ايه مش هقولها طبب اللعبة دي مهمة جدا الونسو اللي المفروض جناح شمال كان في اللعبة دي راس حربة في الكورة دي خلي بالك دي الكور النتيجة هنا 2-0 الدقيقة 75 تمام و2-0 دي نتيجة توديهم وقت اضافي فإذا مش مطلوب من شيلسي ساعتها لانه في مبدأ القاعدة الهدف بهدفين في اوروبا تلاغت مش موجودة يعني حد برضو يفتكر انه انه ريال مدريد كان كسبان تلاتة في هناك فلما يخسر 2 يبقى هو اللي يصعد لانه جاب 3 جوال لا قاعدة الهدف بهدفين اللي عندنا في افريقيا دي اتلاغت من اوروبا تماما يعني ف2-0 دي توصل لي الوقت الاضافي ثم ركلات الترجيح في الوقت ده كان عد بقى 1-2-3-4-5-6-7-8 من لعبة شيلسي يعتبر في تلت ملعب ريال مدريد اذا الفريق مكمل على الهجوم ومأمن بحظوظه في الكرة دي زي ما قلت لحضرتك هنا ده الجناح الشمال في لحظة من لحظات بقى راس حربة وتيمو فيرنر اللي المفروض راس حربة هو اللي نازل في مكان تبادل المراكز اللي دايما بنتكلم عنه ودايما بيقلق الفجوات وبيفتح الخطوط تيمو فيرنر نزل مرر الكرة لالونسو اللي هو المفروض قام بدون راس حربة نشوف الصورة اللي بعدها مين اللي خد مكان الونسو في الكرة دي ده كوفازيتش ده اللاعب تالت وسط الملعب اللي هو اللاعب اللي باكليفت ابو الضبط ده باكليفت ونزل الونسو رقم عشر مين اللي كان واقف هنا تيمو فيرنر شوف التحرك بتاعه دخل في مكانه بعد ما الونسو خد ناتشو معاه وخلق المساحة خلق المساحة خلاص هو الونسو ده ده مش مكانه لكن في حاجة في الكرة اسمها بلاس وان بلاس وان دي كل المدربين بتشغل عليها دلوقتي ان انت ازاي تخلق لاعب زيادة في كل موقف سواء الموقف اليجومي او الموقف الدفاع البلاس وان ده كان ماركوس الونسو في الكرة دي اللي نزل مرر الكورة لكوفازيتش نشوف الصورة اللي بعدها طبعا كوفازيتش اتقدم هنا بقى ميليتاو نزل فبقى تيمو فيرنر فاضي تماما تماما علشان تركيا واحدة عملت وتنفذت صحة من توماس تخل عشان يلاقي نفسه تيمو فيرنر انفراد مع تيبو كورتا ويحرز الهدف التالت اللي المفترض كان هيؤهل تشيلسي لكن طبعا وش رجل مدرتش ثم كاريم بنزيمة خلاصوا الموضوع